نصنع كوابل ونصنع عدة مواد والمواد هذه الآن نحن نصدرها مع التكنولوجيا مع مرافقة للدول الإفريقية ولكن للأسف الآن فيه تحسن كثير مقارنة مع العهد الماضي ولكن لسه فيه بعض المشاكل اللي لازم تتحلي عشان نقدر نروح للأسواق الإفريقية بكل أريحية أيضا موضوع فتح المسارات لإفريقيا عن طريق الطرق اللي هو يعتبر لأن الجزائر تقريبا عمقها إفريقيا فمثلا نيجيريا اللي هي حوالي 220 مليون ساكن يعني اللي عندها الكهرباء يعني 25% فقط من البلد عنده 25% كهرباء ما بينه وبينه سوى حوالي 500 أو 800 كيلومتر طريق اللي هي النيجر وممكن يعني سوق أنا عندي أحسن من أي سوق أخرى لسه فيها بيروقراطية لسه يعني عشان كنوا واضحين والإنسان أحسنين قد نفسه بنفسه يعني الانتقاد لنفسنا موش عيب يعني ننقول بيروقراطية يعني خطيرة في الجزائر وأظن أنه يعني لازم يعني قرارات شجاعة باش الجزائر تقدر تروح للأمام خاصة في الظرف الحالي الآن مشكلة العالم كلها يعني طاقة مشكلتها كلهم طاقة ترجمة نانسي قنقران